أعوذ بالله إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا زين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطهم مستقيم تنسيل العزيز الرحيم لتنذر قومكم ما أمذر آباكم فهل راق وضرون لقد حق القول على أكثرهم فهل لا يتألون إنا جعلنا في الأعناقهم أغلالا فإن يبدأ الأثقال فهم محبون وجعلنا من بين أيديهم سد ومن خلبهم سد فأغشيناهم فهم لا ينسلون وسباء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا ينسلون إنما تنذر من اتبع البكر وخشيه أحمد بالطيب فبشركم في مرفرة وأجر كريم إنا نحن نحجي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصينا في إبامهم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها ينسلون إذ أرسلنا إليهم أمين فكذبوها ما فعززنا بثالث الفطار فعززنا بثالث الفطار وضفنا إليكم مرسلون قالوا ما أموتم إلا فشغف جمزنا وما أنسنا برعنا من الشيء إن أنتم إلا فنكذون قالوا أبنا يعلموا عنا إليه إنه سبتم وما علينا إلا البلاغ المعين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن أمتعته لنرجم كناكم وليمسنكم إن عذاب أمين قالوا طائرة معكم إن ذكرتم بل أغلتهم أهم مصرفون وجاء بالأبصر مزينك رجل يسعى قالوا يا قول اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرهم وهم مهتدنكم وما لي لا أعلم الذي فطرا وعليه الجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرده الرحمن بضر لا تغل عني شفاعة شيئا ولا ينهدون إني إذا لك ولا من نهبي إني آمنت بربهم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي على المعنون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي بعده من وجود من السماء وما كنا مموزين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم قاموا يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا جال به يستخزق أمودهم ألم يرقم أهلكنا قبلهم من القرور أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما تبيعوا الذين محضرون وآية اليوم أرض الميتة أحييناها وأخوتنا منها حبه ومنه يألون واجعلنا فيها جنمناتها من نقيم وأعنامه وفجرنا فيها من العلم ليأكلوا من ثمره وما عملت وأيديهم أم لا يشترون سبحانا لي قلق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومنهم ما لا يعلكم وآية له من نسلق ظلم النهار فإذا هم سؤون والشمس تجدير مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حد بعادك العرج القدير للشمس ينبغ لها تدرك القمر ولم ينسابق المهار وكل في فلك يسبح وآية لهم من ناح منياه إذية بالفلك المشعور وقلقنا لهم منهم ما يرتبون وإن شأن غرهم فلا صديق لهم ولا هدون تكون إلا رحمة مننا ومتاع الكلاحين لهم وإذا قيل لهم اثقوا ما بي أيديكم وما خلفكم علم ترحموا وما تأتيهم من آيات من آيات رحمة إلا كانوا عنها مرحبين وإذا قيل لهم فانفقوا منهم ما رزق الله قال الذين كروا للذين آمنوا أنطعوا من لو يشاء الله أطعمه إلا أنتم إلا في ظلال ويقولون متى هذا البعد هم كنتم صادقين ما ينزعون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونحق بالصور فإذا هم إلى الأيداب إلى ربهم يرسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرمدنا هذا ما وعد الرحمن وصنف المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإله جميل عن ذينا مؤمنون فاليوم لا تجلم نفسه شيئا ولا تجسوا إلا ما كنتم تعلمون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكتهم هو أزماتهم في ظلال على الأراء كنتمين لهم فيها فاكتهم ولهم ما يدعون سلاما طولهم من رب الرحيم وامتاز اليومه والمجرمون ألم أعهد إليه يا بنا أن آدم أن لا تعلم الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنعذروني هذا صراح مستقيم ولقد أظلمكم جبلا كثيرا فلم يكونوا تعلمون هذه جهد جنة لكن كنتم تعلمون أسلوها اليوم فاكتهم فاكتهم أن يوم نقض على أقوالهم ودخلنا أيديهم وتشهد أوجرهم لما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعذرهم فاستبقوا الصراط فأنا ليسلوا ولو نشاء لما صفناهم على مكانتهم فاستطاعوا مضيعا ولا يوزعون ومن معلم من رب الرحيم تكسب في الخلف أفلا يعلمون وما علمناه الشعر وما يمنهم ما قيل إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القرم على الجاملين أولم يروا أن ما خربنا لهم من مما عملت أيديا أنعاما فهم لها مالك وثمنناها لهم فمنها عقوب ومنها يأتون ولهم فيها منافع ومشارج فلا يشهدون وانتخذوا من دون الله آلها لعلهم يوصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جنب محضرون فلا يحكمون كقولون إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أما خلقناه من النطفة فإذا هو قصير يحكمون وضرب لنا مثله ونسي قلقها قال من يحييه عظام وهي عظيم قل يحبيها الذي أوهشأها أول مرة وهو بكل خلق معليم الذي جعل لنا من الشدر الأخضرنا ورق إذا أراتهم من قدود أوليس أنه يقرب السماوات والأرض بقادم على أن يقلب مثلهم فلا وهو الخلق العليم إِنَّمَا أَمَنُوا إِذَا أَرَادَ الشَّيْءَ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْقُورُ فَيَكُنُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِيَنِّي مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرُجَعُونَ وَإِلَيْهِ تُرُجَعُونَ